من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب قسم إدارة الأعمال الفرقة الرابعة أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة لمكرر الإعلان والعلاقات العامة إن شاء الله أتشرف بالوجود معكم الدكتور ممدوح عبد الفتاح يوسف أستاذ المكرر إن شاء الله نستكمل المكرر من حيث انتهينا في المحاضرة الماضية الفصل الثامن إدارة العلاقات العامة public religion ship إدارة العلاقات العامة كفصل مستقل إن شاء الله هنتناول فيه المحتويات الآتية أول جزئية مقدمة بسيطة عن الفصل الجزئية التانية هنتناول فيها مفهوم العلاقات العامة النقطة التالتة أهداف العلاقات العامة النقطة الرابعة مهام إدارة العلاقات العامة النقطة الخمسة هنتناول فيها خدمات إدارة العلاقات العامة لإدارات الشركة النقطة السادسة هنتناول فيها العلاقات العامة والصورة الزهنية ثم أخيراً هنتناول دور المواقع الإلكترونية في العلاقات العامة سوف يتم تقسيم الفصل ده إلى جزئين بحيث يكون المقدمة والمفهوم والأهداف والمهام لإدارة العلاقات العامة في محاضرة النهاردة إن شاء الله والجزء الآخر الخاص بالخدمات والإعلاقات العامة والصورة الزهنية ودور المواقع الإلكترونية في العلاقات العامة سيخصص المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى مقدمة الفصل نحن نتكلم عن أو إدارة العلاقات العامة الفصل ده هنتناول فيه مفهوم وخصائص العلاقات العامة وكيفية إدارة العلاقات العامة بالشركات والمؤسسات ثم نتناول نقطة تتعلق بأهمية ودورها في الامج وتحسين الامج وكسب سمعة طيبة وإيجابية تتعلق بالمؤسسة أو الشركة محل الافصاح عن تلك السمعة أو تلك الشهرة إذن إحنا نقدر نقول إن البابليك ريليشة شب لها دور مهم جدا في تصحيح وتحسين الصورة العامة ودورها بالغ الأهمية في النظم الإدارية الحديثة دورها بنعتبر أنه حيوي لأن مرتبط به تحسين الصورة وإظهارها بشكل مشرف للمنتج ولمؤسسة محل التعامل إحنا يعني كباحثين وكادرسين في مجال الماركتينج نقدر نقول إن البابليك ريليشنشيب لها دور كما لو كانت حلقة وصل أو أداة تفاعل داخل المؤسسة وخارجها بحيث إن هي تعتبر حلقة وصل ما بين العميل بشقيه الداخلي والخارجي نجاح المؤسسة أيا كانت صغيرة أو كبيرة حكومية أو خاصة تعمل في مجال الخدمات أو في مجال المنتجات بيتوقف على حجم الإنجاز اللي بيتحقق في مجال بابليك ريليشنشيب فيما يقدم من اتصالات تسويقية على مستوى العميل بشكله الداخلي والخارجي طبعا العميل بشكله الداخلي أقصد به الموظف والعميل بشكله الخارجي أقصد به الكاستمرز اللي هو الزبون أو المتعامل أو العميل بتاعي فكون إن أنا أصدر شكل من أشكال المعاملة الطيبة أو الحسنة مع العميل بتاعي الداخلي والخارجي ده يحسب إنجاز للمنظمة تطوير لشكل التعامل مع العميل بتاعها يحسب لها كما لو كانت تحسين للصورة الزهنية أو تحسين لجودة العلاقة كواليتو في الليجنشيب مع الكونسيومرز والإمبلوية بتاع المنظمة همتقل لنقطة أخرى تتعلق بالبابلك رليجن كما لو كانت مفهوم أو تعريف نقدر نقوله إزاي يعني ما هو تعريف أو مفهوم البابلك رليجنشيب البابلك رليجنشيب ظهر كمصطلح كفكرة يعني كونسيبت ظهر في نهاية القرن التاسع عشر شاع استخدامه وأصبح مفهوم متداول في منتصف القرن العشرين العالم الكبير هو بيستر يعني يعتبر من أكثر الناس اللي كانوا مهتمين بمفهوم البابلك رليجنشيب ووضح تعريف ليه تعريف هو بيستر ليه البابلك رليجنشيب أنه مجموعة من الأنشطة تقوم بيها بقى هيئة أو اتحاد أو حكومة أي أن كانت بغرض خلق علاقة جيدة وطيبة وسليمة مع الجمهور المختلف نفتح قوس الجمهور المختلف ده أقصد به الأطراف ذات الصلة الأطراف ذات الصلة دولة يعني كده خلصنا التعريف بالتعريف بتاعه بيستر أن العلاقات العامة العلاقات العامة هي مجموعة من الأنشطة اللي بتقوم بيها حكومة أو هيئة أو اتحاد بغرض خلق علاقة طيبة أو علاقة حسنة أو علاقة سليمة مع الجمهور المختلفة بين كصين الأطراف ذات الصلة أو ذات العلاقة خلصنا من التعريف نقدر نقول أن الأفراد ذات الصلة أو ذات العلاقة هم المستهلكين هم حملة الأسهم وهم الموزعين وهم الموردين وهم الحكومة وهم المجتمع طبعا هنا أنا بحط نقاط على أساس أن الأطراف ذات العلاقة والأطراف ذات الصلة هي غير منتاحية فهنا كون أن أنا أصدر علاقة طيبة أو علاقة جيدة أو علاقة سليمة أو علاقة سوية مع الأطراف ذات العلاقة دي علامة صحية بتعكس جودة الإدارة وحرصها على تجويد العلاقة مع تلك الأطراف الخارجية تجويد العلاقة ده دوره أن بيزرع إيميج بيخلق إيميج بيحافظ على تحسين الصلة الزهنية للمنتق وللشركة في أزهان تلك الأطراف أقصد بين كسين الأطراف ذات العلاقة أو الأطراف اللي هي ذات أهمية بالنسبة للمنظمة أو محل تعامل بالنسبة للمنظمة كل ما كان فيه اهتمام بالأطراف ذات العلاقة كل ما كان فيه اهتمام بالحصول على ساتسفاكشن بتاعة الأطراف دي لأن لو حصلوا كسابتنا الساتسفاكشن بتاعة الأطراف ذات العلاقة قدرت أن أنا أحسن الإيميج بتاعتي قدرت أن أنا أجذب عميل مهم وجذب عميل واحد ورضاه يجذب معه عشرة كما قال العالم الكبير كوتلر أبو التسويق فيه تعريف آخر وضعته مجلة الـ Public Religion News الأمريكية التعريف يرى أن الـ Public Religion Ship العلاقات العامة دي وظيفة إدارية دورها تقييم اتجاهات الجمهور برضو الجمهور هنا أقصد بيه بين كسين الأطراف ذات العلاقة أو الأطراف ذات الصلة يبقى التعريف بتاع الـ Public Religion News الأمريكية مجلة العلاقات العامة الأمريكية ترى أن الـ Public Religion هي وظيفة إدارية لتقييم اتجاهات الجمهور بغرض أو بحيث يحدث تناسك في سياسات وتصرفات الفرض أو التنظيم مع المصلحة العامة للمجتمع اللي بتعيش فيه إذن نقدر نقول أن العلاقات العامة دي دورها وضع فلسفة عمل وضع جدول أو برنامج أقدر من خلاله لأن أفوز بثقة الجمهور ثقة ثقة جثور الثقة اللي هي مسؤولة عن استمرار التعامل أو استمرار المعاملة أو جعل العميل بتاعي هو عميل عميل مستمر Continuous هو عميل مستمر معناته أن عميل satisfied إذن العلاقات العامة هي برنامج عمل هدفه الفوز بثقة الجمهور أو ثقة العملاء بشقيه الداخلي والخارجي بحيث يصبح هذا الجمهور متقبل للمنظمة أو المؤسسة ويتحول فيها العميل إلى عميل مستمر عميل راضي عميل يقوم بالتسويق المجاني للمنظمة أو التسويق غير المدفوع تعريف آخر يبرز مفهوم العلاقات العامة على أنها عمليات أو أنشطة تقوم بها المنظمة من أجل خدمة العملاء وتطوير المجتمع المحيط ده تعريف مهم تعريف مهم جدا يتعلق بالبابليك ريليجين أنشطة المنظمة ومنتجاتها والجهود المختلفة لخدمة العملاء وتطوير المجتمع المحيط برضو تعريف يعني يضيف قيمة للعلاقات العامة ودورها في خدمة العملاء وتطوير وتحسين المجتمع المحيط بما يؤدي إلى تحسين الامج الصورة الزهنية ويحافظ على شكل ومضمون المنظمة داخل البيئة اللي هي بتعمل فيه العلاقات العامة بالصورة دي بيقع عليها مسئولية إذا كان ده التعريف الصحيح زي ما قال وبيستر وزي ما قال مجلة العلاقات العامة الأمريكية وزي ما قال التعريف الأخير ده بتاع كوتلر إذن إحنا بنتكلم على مسئولية ترتبط بالعلاقات العامة تتعلق بي بناء التواصل بناء تواصل يبنى على جثور من الصقة ما بين المنظمة والأفراد المتعاملين الأفراد المتعاملين هنا أقصد بيهم الأفراد ذو الصلة أقصد بيها الأفراد يعني اللي هما محل تعامل تمام أو جهات الاتصال بحيث نقدر نحدد دور العلاقات العامة في الاتصالات سواء كانت شخصية أو اتصالات إعلامية اللي بتنتهي بالتعاون أو التفاهم ما بين المنظمة وفئات الجمهور أو الأطراف ذات الصلة أو ذات العلاقة بشكلها المختلف شكلها المختلف هنا أقصد مورد، موزع، استهلك حكومة، جمهور كل الفئات ذات الصلة أو ذات العلاقة بيكون بينها وبين المنظمة تفاهم أو تعاون أو فهم الفلسفة العمل وده كله بيخلق صورة ذهنية طيبة أو جيدة عن المنظمة نرجح ثاني لنفس النقطة إن المسئولية الملقاة على عاطق العلاقات العامة دورها هنا تزليل الصعاب دورها هنا مواجهة المشاكل اللي بتقابل المنظمة في اتصالها بالجمهور أو الصحف أو المجلات أو القنوات الفضائية أو الإزاعات أو الهيئات أو المؤسسات يعني خلينا نقول إن العلاقات العامة public relationship هي المتحدث الرسم باسم المنظمة هي المسئولة عن إلقاء البيان الصحفي للجهات الحكومية أو للجهات الخاصة هي المسئولة عن إقامة علاقة طيبة ما بين المنظمة والأطراف ذات العلاقة من خلال نقطتين فوق بعض الرد على استفسارات علاج مشكلات الإجابة على تساؤلات حل مثلا تعرض في الآراء يعني كما لو كان ده العلاقات العامة المتحدث الرسمي عن المنظمة هو المسئول عن خلق صورة ذهنية طيبة هو المسئول عن الرد عن الشكاوة أو المقترحات أو الاستفسارات أو التساؤلات أو الاتحامات اللي بتوجه للمنظمة فهنا أنا بتكلم على مسئولية تتعلق بتزليل أو مواجهة الصعاب اللي بتقابلها المنظمة من قبل الجمهور أو الأطراف ذات العلاقة أو ذات الصلة تمام؟ ينترح الكلام بقى من الجمهور أو في الصحف أو في المجلات أو في الجرائد أو في قناة الفضائية أو على السوشال ميديا أي أن كانت طريقة عرض أو شكل عرض الموضوع المفروض أن public researchhip تتعامل معه فهي مسئولة عن تحسين الصورة الذهنية مسئولة عن كشف الحقائق أمام الجمهور مسئولة عن توطيد العلاقة مع الجمهور وبناء عميل مستمر يساهم في إيصال الرسالة ثم تحوله إلى عميل مروج للمنظمة ومنتجاتها هو عميل يقوم بالدعاية غير المدفوعة فهو عميل يقوم بدعاية مجانية للمنظمة لو قدرت المنظمة تعمل ده إذن فالاتصالات تسويقية أو بالأخص هنا بقول العلاقات العامة نجحت بنسبة 100% تمام؟ النقطة اللي أنا أخدها بعد كده سؤال مهم هي إيه هي أهداف العلاقات العامة الوبجيكتف بتاعة اهداف العلاقات العامة زي ما حضراتكم هتشوفوا بالوقتي أول هدف تأسيس تأسيس الهوية تأسيس الهوية الهوية دي مرتبطة بالصورة الذهنية يعني أنا كده كان بكلم على بناء صورة حقيقية عن المنظمة وعن أهدافها وعن أنشطتها ومشروعاتها وإنجازاتها فهده كله بيخلق هوية الهوية هنا أنا بتتلم على المساحة الزهنية اللي بتحتلها منظمة أو منتجاتها في زهن الطرف الآخر الطرف الآخر هنا بنكسين أقصد الأطراف ذات العلاقة أو الأطراف ذات السكر الصلة بالمنظمة الهدف الثاني للبابليك رليجنشيب هو الحرص رقم واحد رقم واحد البيزنس ميشن هنا بتاعة البابليك رليجنشيب الحفاظ على الصمعة الحسنة أو الصمعة الطيبة الإمج بتاعة المنظمة خلق انطباع جيد نحو المنظمة ومنتجاتها العمل على توسيع القاعدة الجماهيرية للمنظمة يعني هنا أنا بتكلم على خلق عميل ساتسفايد رادي خلق عميل متجاوب مع منتجاتي ومتجاوب مع فلسفتي وأرائي خلق عميل يعني لا يؤمن إلا بما يتم نشره عبر القنوات الرسمية للمنظمة فهو لا ينساك أمام إشاعات أو لا ينساك أمام دعاوة كاذبة أو خادعة هنا يعني أنا بحاول أوصل الفكرة الأساسية هي بناء هوية الفكرة التانية الحفاظ على سمعة حسنة أو سمعة طيبة ده أهم هدفين للبابليك ريليشنشيب الهدف التالت اللي هي اتصال وأخلي بالكم البابليك ريليشنشيب ده أحد أدوات إنتجريتد ماركت كومينيكيشن الاتصالات التسويقية متكاملة فهي وسيلة اتصال بالأطراف المختلفة بينك صين الأطراف ذات العلاقة أو الأطراف ذات الصلة طب أتصل بيهم لي أتصل بيهم حضرتك عشان أخد تأييد منهم أتصل بيهم عشان أضمن دورهم الإيجابي مع المنظمة في اتجاه خدمة المجتمع المحيط وخدمة البيئة وخدمة الدولة اللي هي تشتغل فيها وخدمة رسالة وفلسفة المنظمة فعشان المنظمة تقدر تحقق رسالتها وأهدافها لابد أن تضمن عدم التعارض لأن التعارض ده أحيانا قد يفشل المسيرة فهي لازم أضمن وحدة الهدف أو وحدة الرؤية أو الاتفاق أو عدم التعارض المسيرة فهنا ده مش هيتم إلا من خلال الاتصال بالأطراف ذات العلاقة أو الأطراف المهتمة أو لها علاقة معي الهدف الرابع للبابلك الرجل شب اللي هو التأثير على الجمهور أو العملاء المستهدفين أيها يعني كإن هنا أنا بتكلم على دور خطير دور خطير للبابلك الرجل شب وهو بينقصين تغيير الاتجاهات يعني تكوين اتجاه أو تكوين رأي ثم تغيير اتجاهات أو تغيير قناعات عند المستهلك وده أصعب شيء في العلوم السلوكية أو العلوم النفسية يعني لو قدرت العلاقات العامة أنها توصل للدرجة دي اللي هي تغير قناعة أو تغير رأي أو تغير اتجاه يعني إذن إحنا إحنا كده دخلنا جوا البلاك بوكس بتاع الزبون أو العميل سواء الداخلي أو الخارجي الصندوق الأسود زي ما قال عليه كوتلر فهمت أنت اللي بيدور في دماغه قدرت تتوجهه يعني أنت كده عملت إيه عملت ما يقرب بالعص في الزهن أو غسل الدماغ للزبون أو للعميل بتاعك وقدرت أنك تتحكم في توجهاته وتصرفاته برضو فيه هدف آخر يتعلق بالحرص من خلال العلاقات العامة على تكوين اتجاهات فهي محددة يعني تكون اتجاه مرغوب أو محدد أو مرسوم يعني كأن أنا راسم بالمصدرة الاتجاه المفروض يمشي فيه الزبون أو ياخد رأي عليه فهنا أنا بتكلم عن اتجاهات تكوين اتجاه محدد لدى الجمهور فيما يتعلق بالمنظمة ومنتجاتها هدف آخر هدف آخر للبابليك ريليشنشيب يتعلق بقياس الرأي بابليك ريليشنشيب علاقات عامة قياس الرأي أيوة هاي العلاقات العامة دي وظيفة من وظائف إنتجريتد ماركت كومينيكيش الاتصالات تشوية متكاملة دورها تصدير معلومات والإجابة على تساؤلات أو حل تعارضات أو مثلا إزالة لبسة أو اختلاف أو محاولة يعني تجنب اتهامات تلقى على المنظمة فكأن أنا دلوقتي من خلال الوظيفة دي أقدر أستقصي آراء أستقصي آراء دي بتحصل إزاي؟ بتحصل من خلال برامج تفاعلية البرامج التفاعلية أقصد هنا تطويع السوشال ميديا أنا بتكلم على وظيفة متطورة تعتمد على تقنيات يعني اتصالية أو تقنيات يعني برامج اتصالات متقدمة ومتطورة فهنا أنا بتكلم على تسخير السوشال ميديا وما تحتويه من تقنيات في خلق برامج تفاعلية أقدر أوصل بيها لأطراف الآخر أقصد به هنا إلى أطراف ذات العلاقة وأستقصي آراءهم وأعرف اتجاهاتهم ده حتى فيه حاجة اسمها الكوكيز أو ملفات التعقب يعني كي أن أنا بدور أو بأبحث على الأماكن اللي بتهم الزبون أو تستدعي فضوله ببدأ من هنا أشوف اتجاهاته عاملة إزاي أو آراءه عاملة إزاي فده شكل متقدم جدا فيه تعقب الزبون وتصرفاته طبعا أنا هنا بتكلم عن البرامج التفاعلية أصدت هنا فيسبوك وتويتر فيسبوك وتويتر واليوتيوب والبينترست وفيه كمان التيمبلر يعني برامج كتير أقدر أنا كمنظمة أستخدمها أو أطواحها من أجل تعقب تصرفات العميل داخلي والخارجي ومعرفة اتجاهاته وقيس آراءه ده شيء يعني خطير وشيء مهم يعني برضو قد يكون الهدف للمنظمة في النهاية الهدف للمنظمة من خلال تكوين أو ضمان التعاون بين كوسين الخلاق والمتميز تمام تكوين تكوين تعاون خلاق ومتميز يبنى على مصالح مشتركة ما بين المنظمة والجمهور يعني كأن هنا أنا بتكلم على تسخير العلاقات بصورة بناءة تسخير العلاقات بصورة بناءة نرجع لفكرة كوتلر ما هو العميل ساتسفايد هيجيب عشرة أو إن العميل ساتسفايد أنا هستخدمه في القيام بدعاية مجانية أو إن هو يقوم لبدعاية غير مدفوعة الحاجات دي كلها بالنسبة لي يعني مصلحة الحاجات دي كلها بالنسبة لي منفعة فهنا أنا بتكلم على تسخير الجمهور أو تسخير الأطراف ذات العلاقة معي في تحويلهم إلى أداة مصلحة أو مادات فايدة أو مصلحة أو فايدلية على مدى بيعيد ممكن أنا أستخدم الـ بابليك ريشنشيب بهدف يعني هنا الهدف تحسين مستوى العمل في المؤسسات تمام؟ تحسين مستوى العمل وده بيتم من خلال الوقوف على آلية الفيدباك المتعلقة بالكاستمر ستسفاكشن ويعني البنان عليها أقدر أشوف إيه الشيء الزبون أو العامل بتاعي يقلق منه أو غير راضي عنه معنا عندي فيه حاجة اسمها الجاب أناليسيس يعني هنا فيه أداء متوقع وفيه أداء مرغوب الفرق بينهم ده فجوة الفجوة دي بعمل لها آآ تحليل تحليل الفجوة آآ ينتج عنه معرفة أسباب الخلل الموجود ما بين الأداء الفعل والأداء المتوقع وبنان عليه بحدد الكوريكتيف أكشن أو الإجراءات التصحيحية هو ده اللي أنا أقصده بقى يعني هنا أنا بعتمد على في اتخاذ إجراءات تصحيحية ترتقي بالأداء الفعل إلى الأداء المتوقع اللي أنا عايزه يعني أنا بعتبرها أداء أقدر من خلالها أن أنا أحسن أحسن وألل الفجوة دي يعني كأننا بعتمد على public leadership كأداء لإستقصاء الأراء ثم بحس المشاكل المتعلقة بالأداء واستخدامها كآلية أو أداء يعني سد الفجوة ما بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع لو قدرت أن أنا أرتفع بالأداء الفعل إلى الأداء المتوقع إذن الفجوة انتهت أو تقفلت وده يعني ده المرغوب فهنا أنا بتكلم على أدوات أقدر من خلالها أن أنا أجمع آراء أقف على مشاكل أعمل لها corrective action هنا أنا أعتمد على أدوات تقليدية زي الهاتف أو أدوات متقدمة زي السوشال ميديا أو البريد الإلكتروني أو أستخدم الويب سايت بتاع منظمة نفسيها في الحصول على الفيدباك اللي إحنا بنتكلم عليه برضو هدف آخر للpublic religion ship الفكر القديم إن طالما فيه شكوى إذن فيه خلل ومصيبة لا إحنا بنعتمد في الفكر المتقدم والحديث إن الشكوى أو الاستفسار المطروح أو إبداء المقترحات أو صندوق الشكوى اللي إحنا بنشوف أماكن كتير ده مدعاه يعني ده وسيلة أو أداة للتطوير يعني أبداً ما نقلقش إن فيه شكوى محطوطة في الصندوق ده لأن الشكوى دي بتاقف ده أنا مفروض أشكر اللي بيقدم الشكوى دي لأنه وقف وقف وحدد لي النقاط الbreak even point عندي نقاط الاختناق الموجودة المشاكل الموجودة في العمل عندي هي إيه بالزبط فكونوا يقف على break even point دي ويحددها لي وقلوا والله أنت عندك مشكلة في الحتة الفرونية ده يستدعي توجيه شكر للزبون أو العميل لأنه هنا وجه نظري أو لفت انتباهي لمشكلة موجودة أنا يعني عايز أقول من الموضوع ده إن الشكاوى أو الاستفسارات أو الاقتراحات اللي بتقدم أنا ممكن أستخدمها أنا كبابلك للجعي شب كأوسيلة للتحسين وتعزيز الصورة الزهنية فيما بعد أنا أقدر أن أستغل الشكوى في تحويل العميل من كونه unsatisfied إلى unsatisfied لو قدرت أن أنا أجيب العميل اللي عنده مشكلة وحلهاله وحوله إلى العميل الراضي كده أنا كسبت كسبت عميل مهم لأن مستوى الرضا في الحالة دي هيترجم إلى موقف سيتم سرده قدام آخرين هيقدر من خلاله إن هو يعمل دعاية مجانية للمنظمة مفيد الموقف في حالة الشكوى والاقتراحات للمنظمة أكتر من كوني بتعامل مع عميل مستقر أو راضي بشكل ثابت يعني الساستنابلتي هنا مش مهمة قد ما يكون فيه بروبلم وبحاول أعالج مشكلة في كتير من الشركات بتختلق مشاكل وتعليقها قدام العميل عشان تدوله فرصة إن هو يعبر عن الموقف قدام صحابه وزميله أو يرويها على السوشال ميديا دي أفيد للمنظمة من كوني العميل في حالة استقرار أو رضا سابت أو مستقر في تعالي مشاكل وحلها قدام الزبون شكل من أشكال الإدارة الحديثة في التعامل مع الزبون ده فكر متقدم للمنظمات الرائدة دلوقتي طيب نتنقل لنقطة جديدة تعلق بمهام إدارة العلاقات العامة العلاقات العامة بيوجه لها المهام الآتية فهي من اختصاصها الآتي واحد اتنين هنتشوف دلوقتي المهم رقم واحد الملقاها على عاطق تمام؟ اللي هي تشكيل فريق تشكيل فريق هو فريق لإدارة العلاقات العامة في مؤسسة بقى كبيرة أو صغيرة هادفة أو غير هادفة للربح أي أن كان شكلها ومضمونها وطريقة عمالها وفلسفة أداءها ومكانها أي أن كانت فيه حاجة اسمها public relationship إدارة العلاقات العامة موجودة إدارة العلاقات العامة أول مهمة لها رسم سياسة تتعلق بالpublic relationship بتأخذ السياسة بتاعتها من الهدف العام للمنظمة فهي تخدم على strategic objective هدف استراتيجي للمنظمة فهنا رسم سياسة تتعلق بالعلاقات العامة هي مشتقة بالأساس من الهدف العام للمنظمة طبعا دي بمثابة أهداف استراتيجية يشتق منها الأهداف الفرعية أو الأهداف التشغيلية الأخرى اللي بتترجم إلى أهداف يومية تنجز يوم بيوم step by step المهمة التانية لإدارة العلاقات العامة مش إن هي تنتظر المشكلة وتحلها لكن لا ده هي بتحدد الجمهور المستهدف وبتصمم البرامج الإعلامية اللي بتوجه لكل جمهور مع اختيار الأسليب وتوقيت وي الباجت المتعلقة بالبرنامج الإعلاني يعني هنا أنا بتكلم على دور مهم للعلاقات العامة يتعلق بتحديد الشريحة المستهدفة أقصد هنا الشريحة الإيه؟ الجماهيرية واحد يقول لي جماهيرية ولا تسويقية الجماهيرية دي أوسع لإننا هنا بتكلم على أطراف ذات علاقة يطلع مورد، يطلع موزع، يطلع مستهلك، يطلع حكومة، يطلع زي ما يطلع فهنا أنا بتكلم على جماهير مستهدفة فهنا المهمة هي متعلقة بتحديد الجماهير تصميم برنامج إعلامي تحديد توقيت نشر برنامج ورسم سياسة تتعلق بالبدجيت أو الميزانية المتعلقة بالإنفاق على برامج الإعلام المهمة رقم ثلاثة اللي بتقوم بيها مش بس زي ما هو موجود في رقم اتنين رسم سياسة لكن تنفيذ فهنا أنا بتكلم على بتكلم على تنفيذ خطط اتصال تنفيذ خطط اتصال توجه إلى الجمهور المستهدف الجمهور المستهدف أو العلاقات العامة في الحالة دي العلاقات العامة في الحالة دي دورها تنفيذ خطط اتصال بتوجه لجمهور مستهدف تمام؟ بمعنى أن أنا بحدد الوسيلة الإعلامية بعقد مؤتمرات بنتج أفلام سينمائية بأصدر صور أو شرائح عندي أفلام وثائقية أو ممكن أضطر لإقامة حفلات أو مهرجانات أو معارض أو مباريات أو حتى أنظم ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وأحاديث ومناظرات الهدف من ده كله أن أصدر رسالة إعلامية أصدر رسالة للطرف الآخر أقصد الجمهور المستهدف الهدف منه أنه بنفذ خطة اتصال بغرض تحسين إمج بغرض توضيح وتحسين الصورة بغرض الإجابة على استفسارات بغرض نفي اتهامات بغرض محاولة تحسين الصورة أو الاحتفاظ بالعميل لأطول فترة ممكنة وده من المهام الأساسية لإدارة العلاقات العامة زي ما حضركم هتشوفه في الشكل اللي جاء دلوقتي الثلاث مهام أساسية تتعالج بالإدارة العلاقات العامة الأولى تتعالج برسم السياسات والتانية تتعالج بتحديد الجماهير المستهدفة والتالتها تتعالج بالتنفيذ الاتصال الفعلي بالجمهور المستهدف الرسمة قدام حضراتكم هذه المهام رسم السياسات تحديد جماهير مستهدفة ثم الاتصال بالجمهور المستهدف مش بس إن أنا بعمل رسم سياسات وتحديد جمهور لكن لا أنا بنفذ اتصال أو بنفذ سياسة اتصال بالجماهير نقطة جديدة وهي الأخيرة السؤال فيها ما هي الخدمات التي تقدمها إدارة العلاقات العامة للشركة وإدارتها هنا أنا بسأل هي البابليك رجنشيب مهمة أيه طب إيه أهميتها لشؤون العاملين طب إيه هي أهميتها ل القسم المبيعات أو الشؤون القانونية أو مثلاً للشؤون المالية فينايشال دبارتمينت إيه أهمية البابليك رجنشيب للبورشيزينج دبارتمينت خلا نشوف كده أول خدمة بتقدمها الخدمة التي تقدم إلى إدارة شؤون العاملين إدارة شؤون العاملين إيتش آر هنا بنتكلم عن دور جوهري في العلاقات العامة هو دور مساند دور مساعد للإيتش آر في اختيار الموظفين المرشحين تدربهم صيانتهم تشجحهم تركيتهم حل مشكلاتهم توفير العناية ليهم الاهتمام بصحتهم الجثمانية والبدنية والرياضية والثقافية والفكرية والعلمية هنا أنا بتكلم على دور مهم تمام طبعا لها مساهمة حتى لو كانت ضئيلة لكن لها مساهمة في يعني نجاح رسالة الـ إيتش آر داخل المنظمة الخدمة رقم اتنين اللي بتقدمها البابليك رجنشيب لقسم المبيعات تعلق بإقامة علاقة طيئة طبعا ده الشغل لها كله هنا لأن هنا بتكلم على إقامة يعني مثلا إيه حاجة بيسمها customer relationship marketing CRM إقامة علاقات طيبة مع العملاء العملاء هنا بن كسين أقصد المورد الموزع الزبون أو المستهلك والحكومة والمجتمع المدني والجمعيات الخاصة بحقوق المستهلك والبيئة المحيطة فهنا أنا بتكلم على customer relationship marketing إقامة علاقات طيبة مع العميل يطلع العميل زي ما يطلع بقى طبعا دور مهم بتقوم به public relationship لقسم مبيعات لأن هنا أنا بتكلم على تسويق أو marketing للمنتج من خلال تحسين صورة المنتج في زهن المحيطين أو الجمهور المستهدف أو الجمهور ذات الصلة أو ذات العلاقة أهمية 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 public relationship للشؤون القانونية أيها ده برضو ده مهم لأن أنا العلاقات العامة هنا وقف على حقائق لأن المتحدث الرسمي لديه مستندات وأدلة وصائق فهنا فيه إلمام كافي بالقضايا المختلفة اللي بتتتعلق بالرأي العام لأن أنا متحدث الرسمي لما أتكلم لازم يكون تحت إيدي أدلة وصائق ومستندات تتعلق بالقضايا المصارع فهنا دور مهم بيقدمه public relationship للشؤون القانونية من خلال توفير الوصائق دي أو الأدلة دي إن يعني تم احتياجها أو تم طلبها بتم توفيرها في أي وقت من قبل إدارة العلاقات العامة فيما يتعلق بالفينانشال ديبرتمينت الإدارة المالية طبعا هنا إدارة علاقات عامة يعني هي اللي بتعلن في نهاية كل سنة مالية عن الموقف المالي يعني هي لديها القيمة التضفق النائدي يعني أنا أتكلم عن كل القوائم المالية كل مؤشرات السلامة المالية كل البيانات اللي هي سرية هي متاحة في أدراج إدارة العلاقات العامة يتم استخدامها للإجابة للنفي أو للتأكيد على معلومات معينة إذن هنا في دور مهم هي لينك خطير ما بين الفينانشال ديبرتمينت والإجابة 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 الدور أو الخدمة اللي بتقدمها للبورشيزينج ديبرتمينت هي أقامة علاقة طيبة مع طرف مهم هم الموردين أو المتعهدين أو موفري المادة الخال أو مصدري الروماتيريا لبتاعة العملية الإنتاجية طبعاً دي مهمة مهمة أو خدمة بتقدمها للبورشيزينج ديبرتمينت أو إدارة المشتريات لها أهمية أيضاً أقصد هنا العلاقات العامة لإدارة التدريب تمام؟ هنا بتم إقامة علاقة طيبة علاقة جيدة مع مراكز التدريب ومعاهد التدريب يمكن من خلال المراكز دي أن أنا أدرب العمال بشكل أفضل حسن خبراتهم بشكل أحسن أو فلهم صيانة وظيفية برامج تدريب مهمة متقدمة متطورة الأوتوموسفير بتاع العمل نفسه هيكون أفضل إذا كنت أنا إدارة علاقة عامة جيدة هقدر أن أنا أصيغ شروط كويسة في التعقدات بتاعتي هقدر أن أنا أختار مراكز تدريب أفضل من العادي أو من المتاح لشركات أخرى ده كل متوقف على كفاءة ببليج رجاش إخواتنا اللي يعني تعثروا في الإجابة على الأسئلة اللي طرحتها قبل كده واللي قلنا دي بتشكل أعمال السنة أو شكل من أشكال التفاعل ما بين الطالب والأستاذ في مجموعة من الطلاب إحنا قلنا فيه 83 طالب قدموا تلك الواجبات يتبقى مجموعة رجاء الإجابة على الأسئلة الآتية وإرسالها ليا في أقل من أسبوع يعني خلانا نقول قبل يوم الاتنين القادم تكون الإجابة عندي على الواتساب بعد إذنكم السؤال الأول ما هو التأثير الاقتصادي للإعلانات السؤال الثاني ما هي خصائص عملية الاتصال الإعلاني السؤال الثالث ما هي جاذبيات الانتباه الخاصة بالإعلان المسموع السؤال الرابع رجاء كتابة سيناريو وحوار إعلان إذاعي عن أي منتج تختاره السؤال الأخير اكتب وجهة نظرك في الحملة الإعلانية اللي بتقدمها شركة فودافون وشركة اتصالات وشركة أورانج وشركة وي في نهاية المحاضرة يعني أنا بوجه لكم الشكر مع خالص الأمنيات بالصحة والسعادة نلقاكم فيها وانتوا في أحسن حال أشكركم شكرا جزيلا ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته